أحكيوا على الزوز مواضيع هام أحكيت عليهم جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاث نبدأوا بالصفحة عشرين ومقاري خسر الترجل الرياضي التونسي بعنوان حملة مشبوهة على أمارو والهيئة تفرض الانذباط مقال لمراد الخاترشي دونك يحكي على أمارو يوسف أمارو اللي عب جديد للترجل المنتقل من اتحاد من السيري واللي لحقيقة برشة ربما تشكيك وصن مش حتى نقض في الهيامات الأخيرة على المردود متاعه والمستوى متاعه وأحقيته بالانضمام للترجل المقال يحكي على أنه عديد اللاعبين السابقين اللي كانوا انضموا للترجل واجهوا عديد صعوبات في بداية مسيرتهم مع الفريق كما فوس نيكو لبالي اللي كان عدى ثمانية سنوات كاملة مع الترجل ثم في البداية متاعه كان مر برشة صعوبات كيف كيف ترقة الموضوع أمارو بما أنه يلعب في مركز مش المركز متاعه الأصلي بما أنه هو يلعب نورمان مون مليو ريلايور لكنه معين الشعبين يخير أنه يلعبوا كسنتينيل دونك إذن أمور تكتيكية بالنسبة لهيئة تفرض الانضباط الجزء الثاني بتاع المقال يحكي على ماذاك عليش أنتشوف يا ربيب تغذر لك الطريقة أمور تكتيكية ماذا كوليت أمور تكتيكية ما ندخلش برشة في التكتيك حالينا في تكتيكنا والعنامين بالنسبة لهيئة تفرض الانضباط نحكيه على موتازة دامل تم فسخ العقد متاعه مريم بخصوص قلة الانضباط الترجي ما وضحش لكن عديد الأخبار تتحدث على أنه قلة الانضباط متاعه خاصة خارج الملعب والترجي فسخ عقد اللاعب رغم أنه كان ينجم ربما يعاقبه طريقة أخرى مثلا يقعد في الترجي ويبقى في بنك الاحتياط لكن الترجي ربما يخم في الناحية المالية بش يقعد يخلص جيراية متاعه فالقاء اتفاق بالتراضي مع معتاز زاد دامل